قدامنا الحد 14 مارس في ايه بقى التسجيل في مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وسادات قيمة الوديعة احنا عارفين القصة من طقطة لسلام عليكم حضرتك مصري عايش برا عايز تجيب عربية حقك تجيبها زيرو ايا كان نوع الوقود طبعا ده واحد اتنين عايز تجيب تبقى الاشتراتات المقررة سواء اذا كنت جايبها بقى من بلد الاقامة بتاعتك او لو هتجيبها من لو انت بلد الاقامة بتاعتك في اوروبا يبقى انت خاضع اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية اللي هي زيرو جمارك لكن لو حضرتك مثلا موجود في الخليج فحتى لو العربية مركتها اوروبي فانت غير خاضع لهذه الاتفاقية لانت جايبها من الخليج بالمناسبة دي من الحاجات اللي انا ما استغربناها جدا مش قدر يعني انفي استغرابي الشديد يعني استمام وفي الفلوس بتاعة الجمرك او الضرائب المقررة دي بتتحط على هيئة وديعة باسم سيادتك ملكك وبتاعتك وكل حاجة موجودة في بنوك تم الاتفاق عليها في حسابات وزارة المالية المصرية والمدة خمس سنين بتستردها في اخر المدة ولكن انت تضع هذه الوديعة وهذه الاموال بالدولر الامريكي ولما بتيجي تسترد بتسترد مثلا حطيت الف دولار هتستردهم بقيمتهم المصرية في الوقت المقرر كويس كده طيب هي اسئلة هو حجم الاقبال قد ايه معلش نقز نطرح هذا السؤال حجم الاقبال على هذه المبادرة قد ايه من ساعة ما تم اطلاقها حتى هذه اللحظة قد ايه طيب انا عندي كام مصري في الخارج عندي عشرة مليون حداشر اتناشر ده مجرد سؤال طيب في كام واحد من دول طيب انا المستهدف بتاعي كان قد ايه علشان لو في حاجة ينفع تتعدل في المذكرة التنفيذية نعدلها سهلة ولا ايه سهلة طيب انا عايز دولارات اعمل ايه اسهل بقى الشروط شوية اجا اقول والله يا جماعة مصري في الخارج موجود في اوروبا موجود في امريكا موجود في الخليج موجود في الصين يقدر يستورد العربية طيب هيستوردها من بلده افرده وعاوز يستورد من المانيا علشان يبقى جاي فيه نطاق انه خضع لاتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية فيبقى زير جمرق اقول له لأ ليه مسمح طيب هل ترى ساعتها احطها شرائح ولا احط مبلغ ثابت يعني انا ما اكتعد مع انا ليه صحاب طبيعة الحال زينا كلنا عايشين بيشتغلوا في دول خليج العربي طب تعالى نقول مثلا يا جماعة خلي كل الناس كل الناس تحط 15 الف دولار في البنك مبلغ ثابت للكل ايا كانت العربية ايه كبيرة صغيرة رخيصة مش رخيصة ايا كان حلو ودخل احط ال 15 الف دولار ودخل في بعض الامور تم تيسرها وحل حالتها يعني كان قبل كده يقولك كشف الحساب يتصدق علي من الصفارة او القنصلية دلوقتي قالك لأ كفية كشف الحساب يبقى مختوم من البنك اللي انت بتتعمل معاه في البلد اللي انت عايش فيها حلو جميل بس يعني ما هو لو انا عايز اجيب عربية وانا هنا في مصر هو ما بشتغلش في الخليج ولا حاجة لو انا عايز اجيب عربية من اوروبا هجيبها وهجيبها بالاشتراطات بتاعة اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية وانا لا بشتغل في الخليج ولا بشتغل في اوروبا حلو كده ده لو عارفت انا اجيب دولار يعني بس تاني هجيبها يبقى الراجل اللي قاعد في الخليج وانا عايزه حاولي فلوس يحطها هنا بالدولار اقول له لا ما تجيبش من اوروبا يا تجيب من الخليج يا ماليش فيه دي علامة استفهام ناس كتير بتتكلم بتسأل ازاي جماعة طيب انا حجم الاقبال اللي عندي قد ايه انا ما عنديش الرقم فمش هفتي في ارقام بس يا ترى هل احنا وصلنا للمستهدف طيب مش هو الاصل في هذه المبادرة هو ان احنا نسهل على المصريين اللي برا ينزلوا العربيات اللي نفسهم فيها وكمان ابقى فيه عندي حصيلة دولارية موجودة في مصر طيب لو الاقبال ضعيف ده معنا ايه معنا انا محتاج عد البنود القانون قانون خلاص المذكرة التنفيذية هي بها ايه تفاصيل التنفيذ وكيفية تنفيذ فالقانون خلاص قانون ميت فل المذكرة التنفيذية فئدينة فئدين مين فئدين الجهاز التنفيذي بقى هنا نحن نشوف اه ده نعايز ازود العصيلة طيب ما تيجي نقول والله مثلا مسمح لهم يجيبوا بعربيات من اوروبا ده اقتراحة او بص احنا مش هنحطها على حسب القيمة الجمهوركية انا هسبت قيمة سابتة عادلة لكل الحاجات هتبقى مثلا خمستاشر الف دولار انا لو دخل لي مليون عربية انا كده ميت فل يعني لو حسبت خمستاشر الف دولار في مليون كده خمستاشر مليار دولار دخلوا لك ده مثلا طيب انا ليه رابط باربعتاشر مارس طيب مش يمكن اخويا اللي بيشتغل في البحرين ولا في السعودية ولا في الامارات ولا في هولندا ولا في سكوتلندا ولا في فرنسا ولا في المانيا عاوز يحوش ارشين الاول يحولهم على الحساب بتاع وظهات المالية طيب افرض هو ما كانش معاه الفلوس وهيقرر يحوش الراجل كان فييس جدا وصارت فلوسه يمين وشمال ما هتدي له فرصة ليه اربطها بطا 14 مارس ليه ما تبقاش 14 مارس 24 ادي فرصة للناس تعمل قرش مثلا يعني فاهمين نقصد ايه يعني دي اعتبروها كده ايه عصف افكار طول بالنا كده خينا مرينين شوية شكرا للمشاهدة